اشتركوا في القناة الزراع هي الان وهي جيدة وصالح لكل شيء ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 11 و28 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج القمر الان موجود بالجوزة وزي ما حكينا انه في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها ووسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا بالنسبة لزوايا الفلكية عنا زاوية وحيدة قبل خلو المسار هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر والمريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة ثلاثة ودقيقة صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار سلبي راح يبدأ في تمام الساعة ثلاثة ودقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة عشر وثمانية وعشرين دقيقة ظهرا هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بعد انتهاء خلو المسار القمر بصير في السرطان يعني الساعة عشر وثمانية وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج القمر بكون استقر في السرطان بهاي الفترة جميع الاب راج بتشعر بقوة العاطفة ومنحاول خلق جوم من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو بيقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا بحيث اننا نشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام وعلينا تجنب انتقاد الغير نظرا لان حساسيتهم بتكون في اوجهة بوسعنا شراء عقار وزراعة نبتة او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت اما الزاوية الوحيدة اللي رح تصير ما بعد خلو المسار هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر واورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و32 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بما ان القمر رح يكون موجود في السرطان معنى تخلو المسار القادم رح يكون يوم 31-12 رح يبدأ في تمام الساعة 11 و44 دقيقة ظهرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 6 و57 مساء لا ينتقل الى برج الاسد بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المكتمل يعني بلش يكتمل ولكن لسه بنسبة 98% ايه عمره اليوم 15 يوم في تمام ساعة 2 و7 دقائق بعد الظهر بيصبح 16 يوم نسبة الإضاءة زي ما حكينا 98% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19-1 اليوم مزاجها سعيد بنسبة 60% القمر في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطان زي ما حكينا لغاية يوم 31-12 مزاجه سعيد بنسبة 30% اليوم عطارد في الجدي حتى يوم 8-1 مزاجه سعيد بنسبة 55% الظهرة في القوس حتى يوم 8-1 مزاجه منتحس بنسبة 12% بسبب زاوية التربيع مع نبتون المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل 15-3 ابتنشطوا لليوم الثالث على التوالي في أمور الها علاقة بالسفر والاتصالات من ساعات الظهر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شنك ما تتهرب من مسؤولياتك وأن كثرت حاذر الخلافات والانتقادات والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك لعباء كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور ابتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات حتى ساعات الظهر من ساعات الظهر بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار افصح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال حاذر من إهمال الوضع الصحي واتجنب الإرهاق برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها في ساعات الظهر بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظم الأقصات وما تسمح لها بالتراكم فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية ومتعرف الفترة هاي اللقاء داعم لا إلك برج السرطان ما تشعرون به من تعب وتراجع في الصحة بزول مع ساعات الظهر تمتلوا نشاطه حيوية وبتعيش لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات بتلقى إشارة وبتبدأ تنفيذ خطتك تستعيد حياتك رونقها وحيويتها برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء حتى ساعات الظهر من ساعات الظهر تدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم بسجل يوم ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم تخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير برج العذراء حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل في ساعات الظهر بتنشطوا بين الأصدقاء الأمور عندك بتتحسن بأضوح وبترى الأمور بنظرة متفائلة بيطمئن بالك إلى حصد الدعم والتأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات إلى طبيعتها برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة يجب أن يستعد بشكل جيد حتى ساعات الظهر من ساعات الظهر بتحافظوا على سمعتكم وانجازاتكم في مجال العمل نظم وقتك بشكل جيد وكون واضح في أولوياتك وما تدع أحد يثير انفعالاتك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات فأنت تتمتع بسرعة خاطر وذكاء حد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة في ساعات الظهر بيصلكم خبر صار من بعيد هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحضود ممكن تسافر أو تشارك بمؤتمر أو تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد بيكون عندك اتصالات بعيدة ممكن تلتقي بعض الأشخاص حول طاولة حوار للتفاوض ممكن تعالج مسائل متنوعة خلال هذا اليوم برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة في ساعات الظهر بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليون والصبر وبنتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق في التفاصيل برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم في ساعات الظهر تنجحوا في تعزيز شراكاتكم هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات اتجنب ردات الفعل العنيفة فالفترة سيئة بتهدد بالخواطر أو بالخطر والمشاكل والحوادث بيجعلك القمر مضطرب ومرهف الحس تشعر بالارتباك والغضب وبتتمتع بطاقة كبيرة في مواجهة بعض الأمور برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا في ساعات الظهر انتبهوا أكثر لصحتكم كون عنصر إيجابي ولا تتسبب بالنفور للأشخاص اللي حواليك تستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة ونشاط وبتمارس عملك بحماسة حاذر بس من بعض الاضطرابات الصحية برج الحوت بتنهمكم بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة في ساعات الظهر تزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم تزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاول معالجة الأمور بروية مبتعدا عن التعقيدات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء